رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد الاجتماع الاعتيادية الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر لقضيبية في بداية الاجتماع أكد المجلس على همية المباحثات التي أجرها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن نيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حمد الله ورعا مع فخامة الرئيس سردال باردي محمد هوف رئيس ترك ملستان الصديقة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين منوها بدور مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال زيارة فخامة رئيس ترك ملستان إلى مملكة البحرين على صعيد تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بعد ذلك هنأ المجلس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد الله ورعا بمناسبة فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بالمركز الأول وتتويجه بلقب بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كم التي قيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي كما هنأ المجلس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بهذا الإنجاز العالمي مؤكدا أن هذا الإنجاز يؤكد على روح الإصرار والعزم نحو تحقيق كل ما من شأنه تعزيز مكانة البحرين على المستوى العالمي ثم أشهد المجلس بنتائج الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ولقاء سموه بأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة منوها بنتائج الزيارة على صعيد دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بما يصب في فتح أفاق مشتركة أشمل للتكامل نحو كل ما من شأنه الخير والنماء للبلدين وشعبيهما الشقيقين كما هنأ المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بنجاحها في تنظيم معرض الدفاع الدولي آيديكس 2023 الذي أقيم في مركز أبوظاب الوطني للمعارض ونوها بأهمية هذا المعرض وبمكانته المتقدمة في صناعة المعارض الدفاعية على الصعيدين الإقليمي والعالمي بعد ذلك قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة سعادة وزير الخارجية بشأن توصيات استعراض التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشام لمجلس حقوق الإنسان مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن اعتماد النسخة المحدثة من استراتيجية السياحة 2022-2026 مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل مرسوم إنشاء نادي راشد للفروسية وسباق الخيل مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل مذكرة التفاهم بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجال الأمن الغذائي مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب بعدها استعرض المجلس ملخص أعمال اللجنة الوزرية للمشاريع التنموية والبنية التحتية للفترة من فبراير 2019 لغاية ديسمبر 2022 والتي تضمنت أهم الموضوعات التي بحثتها اللجنة وأولوياتها في متابعة تسريع تنفيذ المشاريع ومنها المشاريع الإسكانية والبنى التحتية ورفع كفاءة واستدامة الخدمات وتحقيق الأمن الغذائي وحماية الثروات الطبيعية ومشاريع الطرق والجسور والأنفاق ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزرية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء حول نتائج المشاركة في أعمال اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل ونتائج اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية روبمي وبشأن المشاركات الخارجية للوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر